دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان في زيارة مهمة للصين في الأيام اللي فاتت وشارك في قمة متدأ التعاون الصيني الأفريقي في العاصمة بكين زيارة دي لقت إشادات كبيرة من الإعلام الصيني وتم خلالها توقيع اتفاقيات تعاون واستثمار مهم بين البلدين كمان تم التركيز بشكل أساسي على الفرص الاستثمارية الكبيرة في مصر خاصة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس نعرف تفاصيل أكثر مع حضرتكم عن الزيارة وأهميتها ومعالجة الإعلام الصيني لهذه الزيارة مع الإعلام الصيني السيد نادر رونج عبر سكايب سيد رونج يعني بداية بعد التحية كيف تبعت وسائل الإعلام الصينية زيارة رئيس مجلس الوزراء المصرية أهلاً أهلاً الزيارة كانت زيارة مهمة جداً وناجحة وهناك متابعة كبيرة من قبل وصائل الإعلام الصينية لهذه الزيارة كذلك وهو من ضمن القمة بكين لمنتدى تعاون الصيني إفريقي فهناك إشادات كبيرة لأن هذه الزيارة تأتي لتطبيق التوافقات التي توصل إليه رئيسان البلدان في لقائهم في نهاية مايو هذا العام في اجتماع ويزاري لمنتدى تعاون الصيني العربي فالشعب الصيني كذلك تتطلع إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والمصر وتعميق التعاون في شتى المجالات مع مصر من خلال منصة منتدى تعاون الصيني إفريقي وكذلك منصة منتدى تعاون الصيني العربي فلذلك هذه الزيارة هي تعكس الاحتمام مصر لتعاونها مع الصين وكذلك تأتي لتطبيق الشراكة أو تطبيق التوافقات التي توصل إليه رئيسان البلدان سيد رونج في رأيك أهمية الاستثمار في مستقبل الاستثمار الصيني في مصر خاصة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس نعم الصين أولا الصين ومصر تتمتع بصداقة تقليدية عميقة فمصر أول دولة عربية وإفريقية يعترفت بجمهورية الصين الشعبية وقد تم إنشاء الشراكة الاستراتيجية الجاملة بين البلدان منذ عشر سنوات وهناك الاستثمارات الصينية كبيرة في مصر وصين كذلك مستعدة لمساعدة مصر على رفع قدرتها على تنمية ذاتية وأهمه لأنه بناء الخطوط الإنتاج المحلية وكذلك رفع قدرت مصر كقاعدة إنتاجية في الإقليمية ومهمة ولذلك رأينا هناك استثمارات الصينية في الحدائق الصينية في مصر وكذلك بناء خطوط الإنتاجية في كافة المجالات الصينية وكذلك حتى في التكنولوجيا العالية وفي الفضاء كذلك لكي تصبح مصر من أهم قاعدة إنتاجية في إفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط سيد رونج كيف تبعت ردود الأفعال من قبل رؤساء الشركات الصينية التي وقعت بروتوكولات تعاون مع الجانب المصري وأبرز الاستثمارات الصينية في مصر الفترة المقبلة نعم هناك الشركات الصينية أيضا تتطلع إلى القيام بأعمال واستثمارات في مصر لأن هناك مصر تتمتع بموقع الجغرافي مهم وكذلك بيئة استثمارية جيدة وكذلك بيئة الاستقرار وصديقة للصين فهناك التكامل لمزايا اقتصادية بين الجانبين فالشركات الصينية تتمتع بقدرة مالية قوية وكذلك التقنيات متقدمة ومصر أيضا لها الموارد البشرية الغنية وكذلك الموارد الطبيعية الغنية وكذلك لديها أسواق كبيرة كذلك ويمكن أيضا من خلال هذا التعاون استكمال مزايا لدى الجانبين لتحقيق الكثب المشتركة وتمي المشترك السيد وان بنج رئيس شركة CSCEC أكد استعدادهم لضخ استثمارات جديدة في مصر شايف أهمية الخطوة ذي إيه وهل هي خطوة لمزيد من الاستثمار الصيني في مصر طبعا يعني كما قلت الكثير من الشركات الصينية تأخذ مصر تأخذ القاهرة كالمكتب الرئيسي لأعمالها في قارع إفريقية والشرق الأوسط ومن خلال هذه الاستثمارات يمكن أيضا تغطي الطالب وحاجات جميع الدول إفريقية والشرق الأوسط كذلك فلذلك كما قلت هناك صداقة تقليدية وكذلك استقرار سياسي وبيئة استثمارية منتازة لذلك كل هذه المزايا تجعل الشركات الصينية تدعو المزيد من الاستثمارات في مصر لتطوير أعمالهم أكيد كل شكر لك السيد نادر رونج الإعلامي الصيني شكرا جزيلا لك